تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهاندري رئيسة جمهورية نيبال الصديقة أعربت فيها باسمها وباسم حكومة والشعب جمهورية نيبال عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشيدة فيها فخامتها بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين كما ضمنتها خالص تمنياتها لسموه رعاه الله بالتوفيق والسداد هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبرت عنه فخامتها من فيض المشاعر مؤكدا سموه رعاه الله الحرص على استمرار تطور العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية نيبال الصديقة ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس بون هانغ فاراشيت رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فخامته الحرص على استمرار تطور العلاقات بين البلدين الصديقين ومتمنيا لسموه رعاه الله دوام التوفيق والسداد هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا نأسمه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الصديقة ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والإزدهار